اليوم هنعمل فطاير. كذا شكل بالجبنة وبالزعتر وبالسبانة. دقيق اللوز. عشان نعمل دقيق اللوز ممكن نعمله بقشره واللي عنده حساسية من القشر ممكن احنا نقشره. نقشر نحطه نحط مية سخنة لمدة سبع دقائق لعشر دقائق. بعد سبع او عشر دقائق الماء الساخر نقشره. بعدين من نشفه ومنتركه لتاني يوم بالمطبخ. او بالشمس. وازا انتو ما عندكو حسية من القشر احنا ممكن نعمله بالقشر مباشر. نطحنه بالقشر متل هيك و والنخلو. ازا ما عندكو حسية من القشر. هيك بنطحنه احنا. هيك بالنخلو. ونعمل بديل حطولك الرابط تحت في صندوق الوصف. بديل عن دقيق اللوز. الجزء الهند. والفول السوداني. بنوضع نعمل السبانغ. بنعمل فلفل حلو. بنعمل بصل. خضار متل ما احنا حبين. وبنعصر لمونة. وبنخرط السبانغ. او بنفروم السبانغ. بنوضع سمسم معلقتين سمسم. بنوضع الخضار البصل والبابريكا. على حرارة. وتوسطه. بنوضع السبانغ. الكمية حسب زهكم. بنوضع معلقة معلقة ماجي. الماجي هو في الملح. بديل الملح الماجي. او ممكن نستبدله بالملح. وضعنا اللمونة. بنوضع جبنة فيتا معلقتين. نلجبنا الفيتا. هي كنت بنعمل العجنة. اثنين كوب. تقيق اللوز هم امتين جرام. بنوضع اربع بضات. حجم موسط تقريبا. هذا كل شي. بنوضع بيكم بودر اختيارة معلقة صغيرة. بنوضع زعتر قليل. طبعا اختيارة وملح قليل. وبنوضع فلفل اسود قليل. وكمون قليل. هذا كله اختيارة. التوابل. انتو اوضعوا توابل اللي انتو بتكون اياها او احزفوا اللي انتو ما بتكون اياها. بنوضعها على الصينية. كمية تقريبا متساوية. ممكن نعمل منه الخبز. العيش. ممكن نعمل منه فطير. اختيارة. والحشوة والحشوة اللي انتو بتكون اياها على زوكم. هذه السبانة. انت ممكن تعمل الحشوة اللي انتو بتكون اياها على زوكم. بنعمل اول شي السبانة. بعدين بنوضع جبنة. اي نوع جبنة انتو بتفضلوها. والخضار حسب زوكم. بوضع طماطم وفلفل اخضار وبصل. وزتون. انتو حسب زوكم. بنعمل بالزعتر. ما نقيش الزعتر. نوضع زعتر. نوضع زيت زيتون. قليل من زيت الزيتون. وهذا كل شي. نوضع قليل من الفلفل اسمر والمليح والزعتر على الجبنة. ممكن نوضع على الزعتر. هبنا نقيش الزعتر جبنة ايضا. على الفرن درجة حرارة متين المدة حسب نوع الفرن. هيك اصبحت جاهزة. متل ما انتو شايفين هي كتير كتير روعة. فيها بروتين. كل واحدة تقريبا فيها 15 جرام بروتين. حسب حجمها. كتير كتير هي روعة. مثل ما انتو شايفين كيف من تحت. وصحة. و الف عافية. وفي امان الله. تزرونا بصها جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.